كشفت مصادر متطابقة أن فرنسا غير راضية عن الملف المشترك الذي قدمته المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 حيث اعتبرت أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث على حسابها وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الملف المشترك يعود لأسباب دبلوماسية وجغرافية واستراتيجية وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وقعت أكثر من 40 اتفاقية شراكة مع اتحادات إفريقية كجزء من الدبلوماسية الرياضية التي روجلها الملك أوائل عام 2010 وذلك لتأكيد وزن المغرب في إفريقيا وضمان تصويت الاتحادات الإفريقية لصالح ملف الترشيح الثلاثي ولم تستسغ فرنسا هذا التقارب بين الدول الثلاث حيث كانت تتوقع أن يلجأ إليها المغرب وإسبانيا لضمان أصوات من الاتحاد الأوروبي ولم تقم إسبانيا بذلك في حين استهدفت البرتغال عددا من اتحادات أمريكا اللاتينية ويدعم الملف المشترك العديد من الاتحادات الإفريقية في حين تعمل إسبانيا على جذب دعم اتحادات كروية أوروبية وقد تفاجأت باريس بهذا التنسيق الكبير الحاصل بين الأطراف منذ 2030 كلام جديد من رئيس الاتحاد الإسباني أشاد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبيلياس بقوة الملف الثلاثي المقدم من المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 وذلك بفضل الدعم القوي الذي حظي به من الاتحادين الأفريقي والأوروبي وأعرب روبيلياس عن ثقته الكبيرة في الفوز بهذا الترشيح مؤكدا أنه خيار ممتاز ومدروس جيدا وأضاف روبيلياس خلال مؤتمر صحفي عقد في إشبيلية أن الاتحادين الأفريقية والأوروبية يدعمان هذا الملف بشدة وأنهما متحدان تماما في هذه النقطة وسوف يتحققنا من تحقيق آمال كبيرة في حال فوز هذا الترشيح حيث قال بالحرف بكل تواضع أنا متأكد من أن هذا الترشيح خيار ممتاز نحن نحترم الترشيحات الأخرى لكن ترشيحنا مدروس جيدا وقوي ويعتبر دخول المغربي في هذا الملف محورا مهما في تعزيز حظوظ الفوز بشرف تنظيم مونديال 2030 حيث سيتمكن الملف الإيبيري من جاني 54 صوتا إضافيا ممن سيمنحه دفعة كبيرة في المنافسة على حق استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي وينافس الملف الثلاثي المغربي الإسباني البرتغالي عددا من الملفات الأخرى بما في ذلك الترشيح المشترك بين السعودية واليونان وتركيا بالإضافة إلى الملف المشترك بين أوروغوي والأرجنتين والتشيلي وباراغوي ومن المتوقع أن يكون التنافس قويا بين هذه الملفات المتنافسة حيث يسعى الجميع لتحقيق الفوز بشرف استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم وأضاف روبيلياس خلال مؤتمر صحفي عقد في إشبيلية أن الاتحادين الأفريقية والأوروبية يدعمان هذا الملف بشدة وأنهما متحدان تماما في هذه النقطة وسوف يتحققنا من تحقيق آمال كبيرة في حال فوز هذا الترشيح حيث قال بالحرف بكل تواضع أنا متأكد من أن هذا الترشيح خيار ممتاز نحن نحترم الترشيحات الأخرى لكن ترشيحنا مدروس جيدا وقوي ويعتبر دخول المغربي في هذا الملف محورا مهما في تعزيز حظوظ الفوز بشرف تنظيم مونديال 2030 حيث سيتمكن الملف الإيبيري من جني 54 صوتا إضافيا ممن سيمنحه دفعة كبيرة في المنافسة على حق استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي وينافس الملف الثلاثي المغربي الإسباني البرتغالي عددا من الملفات الأخرى بما في ذلك الترشيح المشترك بين السعودية واليونان وتركيا بالإضافة إلى الملف المشترك بين أوروغوي والأرجنتين والكتشيلي وباراغوي ومن المتوقع أن يكون التنافس قويا بين هذه الملفات المتنافسة حيث يسعى الجميع لتحقيق الفوز بشرف استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم ترجمة نانسي قنقر